السلام عليكم ومرحبا بكم معايا من جديد نتمنى تكونوا كاملين باخر وعلى خير وهذا الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال الفيديو دي اليوم ان شاء الله غادي نشارك معاكم طريقة تشغيل ثلاجة سامسونج كومبيني اللي سبق لي وشاركت معاكم في فيديو سابق ريفيو مفصل على هاد النوع ديالتلاجات وجاوني بزاف ديالتساؤلات من ضيمنهم على الطريقة تشغيل هادة تلاجة وكذلك على الصوت واش تلاجة فيها خليكم معايا الاخير غادي نجاوبكم على هاد التساؤلات وهنا بديت معاكم مباشرة بطريقة ديالتشغيل باش هكا ما يجيش الفيديو طويل كيما كتشوفوا معايا هنا لوحة تشغيل غادي نريقلو تلاجة ديالنا هنا عندنا الفريزر يعني المجمد هادو هما الدرجات اللي فيه ديالبرودة عنا ناقص 15 ناقص 17 الى اخره وواحد البطونة كتكون في المكتوبة فريزر تمكتوركو عليها وكتقطبتلكم كذلك بالنسبة المبرد الفريز ففين مكتوبة يعني داك الفريز تمكتوركو وكتغير لكم الدرجات وكملاحظة مهمة بالنسبة المبرد من يتكونوا كتريقلو هنا لاحظوا مزيان بانه الارقم اللي عندنا ما كايش حداهم ناقص يعني الدرجات ديال الحرارة عكس ديال المجمد مشي كيف كيف يعني هي كتكون بالعكس مثلا لادرنا واحد او لاجوج فهي كتبردنا بزف 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 الدرجات تقدر تجمدنا المسائل ديالنا على عكس المجمد راكم عاثن يعني المجمد راكينا داك ناقص يعني راه بين شحال ما لعدد كبر شحال ما كانت درجة ديال الحرارة منخافضة مشي بحال المبرد شحال ما لعدد صغات شحال ما لدرجة ديال الحرارة كانت منخافضة يعني اتمنى تكونوا فهمتوني في هذه النقطة وبالنسبة الارقام المناسبة لجميع الفصول سواء في الصيف او لا في الشتاء فبالنسبة المبرد خمسة وبالنسبة المجمد ناقص 15 يعني درجة ميتالية لجميع الفوصل وهذا الصوت اللي كتسمعوا فهي اللي كتصدروا ومنه كتبدلوا ذاك الأرقام وفي هذا المقطع هذا غدي تسمعوا الصوت ديها بتلاجة يعني الصداع اللي كتقولوا كتدير بتلاجة مهنا نخليكم تسمعوا ومن بعد نشرح لكم دابا غدي تكونوا سمعتوا الصوت اللي كتصدرت اللاجم لكيكون الموتور ديها دابا سمعوا الصوت ديها الإنظار اللي كتنسو تلاجم حلولا وبالنسبة للصوت اللي كتديرها تلاجة هذي فبزاف دي الناس اللي تشكوا في التعليق بأنها كتدير صداع بزاف فهنا خليت لكم الصوت في الدقيقة جوج فصيلة 06 هترجعوا ليه وتسمعوا الصوت يعني بدون أي تعديلات هذك هو صوت اللي كتدير تلاجة سمعوهم زيان وقارنوه بالصوت اللي كتدير تلاجة ديها لكم وهكا غدي تقدروا تحكموا واش تلاجة ديها لكم فيها صداع او لا ما فيهاش وهنا كبعض النقاط اللي غادي نعطيكم أولا نصائح بالنسبة للناس عاد خدوها تلاجة هذي أول حاجة يعني خصها تكون ثابتة يعني كيفاش ثابتة مني كتديروا لها داك الطبرة كي الناس اللي كيستعنوا بذاك الطبرة ديها للتلاجة حاولوا ما أمكان ترسوها مزيان وما تكونش كتتهزز داك التهزاز كيساعد أنها تدير صداع من بعد وكذلك النصيحة اللي كيعطونا حتى الناس اللي كنا خدو عليهم تلاجة كيقولوا لك خصك تخليها على الأقل تمنياد سوي عادة فاش تشغليها لاش لأنه فاش كتهز فاش كتهز تلاجة من المحل للضارفة هي داك القاز اللي كيكون في المحرك ديها كيتحرك لذلك كيقولوا نخليوها التاكيرصى عادة فاش شغلوها وبالنسبة للناس اللي يسولوني منين خديتها تلاجة فانا أخذتها غير من كي قنقولوا احنا غير من الحوانت ما أخذتهاش في اللي كونس يغفاص لأنها لقيتها زيدة ألف درهم من الحوانت ما كتكونش ولكن كتضمون ديها وكتجيكو وإلى كنتو كتتسألوا على الرأي ديالي حول هاتلاجة ديال سامسون كومبيني فهي تلاجة اللي صادقة بالنسبة لي شخصيا تلاجة عجبتني بزاك أنا إلى هنا كان كنكون ساليت معكم الفيديو كنتمنى تكونوا استفتوا معايا وأي تساؤل خليوا لي في التعليقات كنقرأ جميع التعليقات وكنجاوب عليهم شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى الفيديو القادم إن شاء الله مع السلامة